سلسية انفجارات هزت منطقة عسكرية غرب العاصمة السورية دمشق فيما قالت وكالة الأنباء سانا التابعة للنظام إن الكيان الصهيوني اعتدى على أحد المواقع في الجهة الغربية من العاصمة الأنباء تضاربت بين صواريخ أطلقت من شمال بحيرة طبرية وبين غارات جوية للطيران الصهيوني الذي دخل عبر الأراضي اللبنانية وفي استطلاع لقناة دار الإيمان لسكان حي المزة في العاصمة قالوا إنه سمع أصوات عدة انفجارات وأن حريقا هائلا اندلع داخل مطار المزة العسكري ويعد مطار المزة إحدى المنشآت العسكرية الرئيسة للحرس الجمهوري التابع للنظام وكانت قد استهدف مرات عدة في وقت سابق السيادة الوطنية لنظام الأسد كالعادة حذرت من تداعيات هذا الاعتداء السافر على حد تعبير بيان جيش النظام الكيان الصهيوني بدوره لم يعلق كالمعتاد على الموضوع رغم استهدافه المتكرر لمطار المزة ويعتقد أن طيران الاحتلال قد شن في السابع من الشهر الماضي غارة أطلق خلالها عدة صواريخ من داخل هضبة الجولان السورية المحتلة غرب تل أبو الندى سقطت في محيط مطار المزة ما أدى إلى نشوب حريقا في المكان دون وقوع إصابات الردود الأفعال بين شرائح المؤيدين للنظام تنوعت بين الصمت والتنديد ولكنهم كالعادة توجحوا برد محتمل لنظام الأسد على اعتداء الكيان الصهيوني على السيادة الوطنية لكن لسان حال السوريين في هذا الوقت يستذكر المحلل الصهيوني أيدي كوهن الذي قال إن النظام السوري جبان يقتل شعبه ولا يجرؤ على إسرائيل يعني في إسرائيل يريدون رئيس جبان مثل بشار الأسد ليكون في سدة الحكم لم يتجرأ على الكيان بأي إطلاق رصاصة واحدة من الجنان أكثر من 40-50 عاما هذا أولا نحن نريد رئيس ديكتاتوري يعني يقتل شعبه لكن يعطينا أمان والاستقرار ترجمة نانسي قنقر